اشتركوا في القناة والأيام دي من السنة دائماً حلوة واحد بيستمتع بيها كده ولطيفة يعني ممكن الجو يكون ساعة اليومين دول شوية بس مع الأجواء دي حلو هو ده المناسب غير كده مع نورة أو مع نوران مفيش مناسب تماماً طيب النهاردة معنا يعني فقرات مختلفة وكمان إن شاء الله تنقول أعجابكم وردائكم إن شاء الله ينورنا طبعاً يعني زي كل أسبوع أبطال من الرياضة وإنبوكس سبورتس إن شاء الله يكون معانا من الساعة الثالثة زي كل أسبوع حلو جداً وبرده فقر التعيش صح بعد أول ساعة من إينبوكس أما النهاردة بقى كده في الفقرة اللي جاية فإحنا معانا فقرة فنية حلوة قوي قوي وصوت حلو جداً يعني صوت كده زي ما بيقولوا عليه صوت ملائكي هنسمع صوت حلو وهنسمع أغاني حلوة هتكون من ورانا هنا المغنية الشابة شاري ممدوح وكمان عازف الأورج جورج نبيل إن شاء الله تكون الفقرة حلوة إن شاء الله طبعاً يعني مع كل نهاية عام كده بيحصل إيه نورا إلا الحصاد بقى والتقارير والإحصائيات في كل شيء ممكن تتخيلوه هو ده التوقيت اللي المفروض بنعرف فيه أغلبية الأرقام أو الحاجات اللي مفروضة نجحت والحاجات اللي ما نجحتش ويخلفه طبعاً من اللي إحنا عارفينه فيجي التقارير طلع من الجهاز المركزي للتعباء العامة والإحصاء بخصوص نسب الطلاق والجواز في عام 2019 المفروض يعني لو إن المفروض إن 2019 أو العام اللي خلص من السهل اللي فاتت يعني إن كان فيه 327 ألف حالة جواز وده معدل بزيادة يعني عن 2018 وبرضو لا وإن يعني المعدل ده زاد شويتين برضو من ناحية نسب الطلاق يا نورا بص ما تجمينش الجملة بص يا جماعة الملخص كده يعني مش الملخص نقول لكم تفاصيل بس يعني العنوان الصادم إنه تقريباً بقى بيحصل في مصر حالة طلاق كل دقيقتين حالة طلاق كل دقيقتين فده طبعاً معدل مش طبيعة خالص ورقم كبير جداً ولكن التفاصيل زي كده ما كان بيقول فاروق إنه هم لقوا إنه المعدلات دي زادت سواء في الجواز أو في الطلاق سنة 2019 مكرنةً بسنة 2018 ولو إيه بقى؟ لأ وإن إحنا عندنا 225 ألف حالة في السنة حالة جواز كل ساعة تمام؟ كل ساعة ولا في السنة؟ ده 2018 2019؟ آآ يعني هو المعدل كان السنة قبل فاتت آآ كان أقل شوية أوكي والسنة دي المعدل زاد بقى 327 ألف تمام؟ آآ وبقى كده بيقولك إنه هو بقى عندنا 100 يعني شونا بتوطر لما بلايه أرقام؟ أرقام فيها جواز وطلاق في الموضوع إيه زاد شوية بصوا خلاصنا الموضوع إنه هو يعني النسب الطلاق يعني المعدلة بتاعتها إنه هي بتساوي الربع أو كل 100 جوازة فيهم 24 حالة طلاق آآ فإحنا كده بنتكلم في قرب 25% من النسبة بتاعتنا فبرضو النسبة هو التقرير بيقول يعني أو الجهاز نفسي بيقول إن النسبة مش كبيرة أو مش اللي ترعب يعني بالنسبة للرقم بتاعنا الفعلي للجواز أو للعدد السكاني بتاعنا التعداد السكاني لكن هي برضو لا لو بنتكلم بصوط عالي لا برضو النسبة كبيرة مش قليلة بس هما قرنوها بإيه بقى؟ آآ أوروبا بأوروبا وبالتحديد فرنسا هما لقوا إنه مثلا في فرنسا حالات الجواز والطلاق ما بين كل حالات الجواز بيحصل 52 حالة طلاق يعني حوالي النص أكتر من النص بزبط يعني لو في 100 واحد بيتجوز في 52 واحد بيطلقوا فطبعا دي نسبة أكتر مننا بكتير ولكن أنا برضو مش شايفة رأيي من رأيي فاروق إنه النسبة عندنا زادت بشكل كبير جدا وأيا كان بقى إيه الأسباب مثلا تلاقي الناس تقول لك أصل الحالة الاقتصادية ناس ثانية تقول لك أصله اختلاف جيل واختلاف تفكير أنا شايفة أنه ممكن يكون في أسباب كتير جدا ولكن برضو في حاجة في تفكيرنا إحنا اتغيرت سواء بقى الحاجة دي ناس بتشوفها حاجة إيجابية أو حاجة سلبية ممكن الناس تشوف إنه حلو إنه مدام أنا مش مبسوطة في الحياة دي أو إن أنا حاسة إن أنا مش عايزة أكمل فحلو إن أنا عندي القدرة إن أنا أنفصل وناس ثانية شايفة إنه لأ إحنا ما بقاش عندنا قدرة على التحمل بقيت من أقل مشكلة أو أقل خناعة لأ أنا خلاص كده يلا بينا نتطلق يعني هنتكلم في كل ده بصوا بقى التقرير كمان ذكر في الموضوع إيه إن أغلب الناس اللي بتتجوز من سن عشرين إلى خمسة أو عشرين دي نسب الجواز اللطيفة جدا نسب التطلاق بقى من فوق التلاتين لحد الخمسين بعد موعة بندوجوا كده يعني هم وفود النطب أصلا خلاص نتجوز نستقر ونفتح بيه إحنا في النطج بنطلق أو نكون أسرة إحنا إذا بقى إيه بنجي العكس إحنا الموضوع هنا لا ما نستناش بيحصل انفصال ولو كمان إن أغلبية الأحكام بالنسبة للطلاق يعني للطلاق أو التطليق وكمان أحكام الخلع زادت جدا بالنسبة للفترات السابقة يعني موصلت لأكتر من عشر تلاف ونص حالة يعني بنسبة كبيرة جدا بس أنا بقى فيه نقطة مهمة قوي إن عندنا في الأرياف في الريف يعني الحمد لله لسه الدنيا متماسكة يعني الدنيا لسه الحمد لله لسه بالقيم بتاعتها والمبادئ بتاعتها وعندهم قدي يعرفوا إن الجواز ده حاجة مهمة جدا والموضوع هناك مش بسهولة شيء مقدس في حياتهم بس أنا هقول لك بحاجة تمام تمام أنا ما عنديش مشكلة في كل ده بس إحنا برضو مش عايزين نبقى بنقول إنه الله الطلاق ده حاجة جميلة ولا الطلاق ده لا وحش بلاش أن انتو تعملوه هي الفكرة كلها إنه مثلا في زوجات ممكن تكون بتتعرض لعنف أسري ممكن تكون بتتعرض لمعاملة سيئة ممكن تكون بتتعرض لخيانة ممكن تكون بتتعرض لأشكال كتير جدا من أشكال الإزاء سواء النفسي أو البدني فلا دول من حقهم إنه بالعكس دول لازم إنه هما يطلبوا بالطلاق وإنه هما ينفدوا كده بجلدهم زي ما بيقولوا في بقى الحالات التانية اللي إحنا بنتكلم فيها اللي هي بتبقى نتجى مثلا عن دلع إنه أنا زهقت زهقت أو والله الراجل اللي بعد ما اتجوز اكتشف إنه إيه ده لا أنا مش شخصيتي والله مش شخصيتي الجواز أو إنه لقيت مثلا فيه العيب الفلاني لأ فأنا ده مش حبة أو مش قادرة إن أنا أتأقلم معي برضو ده أنا مش بقول إنه لو حد اطلق للأسباب دي فهو كده شخص مش ناضج لا أهو كل واحد قادرة باحتياجاته وقادرة كمان بالحاجات اللي هو قادر يكمل فيها أو مش قادر يكمل فيها بس أنا أتكلم على الأغلبية لما ببص كده على صحابي أو الناس اللي حوالي لا أنا تقريبا لسه نهار ده وأنا جاي في الطريق بفتكر الموضوع ده يعني جي في دماغي شخص كده في عمالة بقول أنا حضرت الفرح ده والفرح ده والفرح ده وبعدين اكتشفت إن أنا كل الأفراح اللي حضرتها كلهم اطلقوا انفاصلوا أه فحسيت إنه في حاجة مش عارفة المشكلة فيها ولا فيها ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه في القيم معينة في المجتمع نتكلم ببساطة أعلى شوية دلوقتي بقى أغلبية الناس ممكن اللي بيحصل انفصال بشكل كبير مش على دراية كاملة ووعي كامل وكافي يعني إيه جواز يعني إيه إن أنا المفروضة تحمل مسئولية حد تاني ومسئولية أفتح بيت وأسرة كل ده لسه ممكن عند بعض الناس مش مدركة قوي والبعض بيتخلص من المسئولية يعني البعض دايما بيبص لنفسه هل هي قلبك نفسي بقى بمسئولية وحياة وعيال ومش عارف إيه أنا أشوف نفسي أحسن واتبسط وخلاص ده جانب الجانب الآخر يمكن وده اللي ممكن اختلف عن زمان شوية إن المرأة بقت مستقلة بشكل كبير يعني باتي عايزي بالمرأة بس دلوقتي لا أنا باتكلف بالعكس ده الحال كويسة إن أغلبية الأفكار بالنسبة للمرأة ممكن تحررت أكتر وبقى عندها الحرية في أكتر من شيء من ناحية إن هي بقت موجودة خلاص في المجتمع بشكل كبير وواضح وليها بصمة واضحة جدا فممكن بتستقلب نفسها بشكل كبير يعني ممكن لو حصل انفصال قلبها قوي شوية إن أنا مش هتأثر أنا باشتغل بس هنا لو هي تستدعي فانات تتطلق أسألك سؤال قبل ما تكمل الجملة دي في حالية الجواز اللي حواليك حتى أو اللي أنت بتسمع عنها مين بيتحمل سواء مسئولية أو بيتحمل تضحيات وحاجات أكتر بيحاول يحافظ على العلاقة أنا شايف الزوجة طبعا أوكي لو هي عندها بعض المبادئ وقيم في حاجات محددة هي اللي بتتحمل ده تمام وفي البعض الآخر بيرمي ده على الأب أو على الزوج ويمكن إحنا عندها النمذج في حياتنا برضو من صحابنا ومن ناس بنشوفهم ممكن بتلاقي دائما إن ممكن الأب هو أو الراجل هو متحمل 99.19 من كل حاجة وممكن الأم مكبر دماغها أو الزوجة مكبر دماغها بس ده بنشوفه قليل والعكس صحيح بنشوف برضو إن ممكن الزوجة والأم متحملة كل شيء وهو مكبر دماغه هنا هيحصل لازم لازم يحصل خلاف لازم يحصل تصادم في يوم الأيام إحنا بنقولش إن الموضوع يعني إنك ممكن لو حصل مشكلة أو أو أنت خلاص مش قادرة على الحياة والعيشة بالطريقة دي إنك ما تنفصليش بس دائما نحط الكارت ده يعني بعد المرة الألف بعد المرة المية ما يبقاش أول أبشن ما يبوش الولاد هم الضحية صح لأ وحتى لو ما فيش ولاد بس أنا بحس فعلا إنه الاتنين بيبقى دخلين في الأول كده الله بقى وعصفيره اللوب والرومانسية والحاجات الزريفة دي كلها وهي البنت يعني مكسوفة تطلب منه فلوس ليها وهو حرام مش عايز يتعبها فبيقوم يسعيدها في شغل البيت والحاجات دي كلها عدي شهر شهرين تلاتة نبدأ نلاقي إنه الوضع يبتدى يتغير شوية هو لأ إنه طول الوقت هو بيصرف فلوس كتير جدا مقارنة بحياته وهو الوحده وهي لأت إن هي بتعمل مجهود مثلا كبير قوي في البيت مقارنة بحياتها وهي في بيت أهلها فيبتدوا بقى يقفوا البعض على الوحدة لهو أنت ما بقيتش تساعدني وانت ما بقيتش تعمل لي وانت بقيت يتطلبي حاجات كتير وأنا ما ببقاش معايا فلوس وهتلاقي بتدوا يدخلوا في الحتة دي اللي هو أنا طول الوقت بطلب من الطرف التاني مش بصا لنفسي أنا بعمل إيه بص بطلبه من الطرف التاني إنه هو يعمل حاجات كتير جدا ووقفله يعني لو مثلا طلبه منه عشر حاجات وهو عمل تسعة لأنا مستنيه الوحدة اللي هو ما عمله ودي مشكلة طبعا ما هي مشكلة وشان كده دايما بيقولوا إنه أول فترة في الجوازة هي اللي بتبقى صعبة لإنه الاحتكاكات دي كلها فهنا بقى يا إما بيعدوا أول مرحلة دي إنه بعد شوية وقت بيقفوا هما اللي اتنين على نفس الأرض كده ويبتدوا يتكلموا وإحنا حصل مشاكل أو نتدارك الموضوع ده أو لقدر الله بتوصل لحالة الطلاق في حالة إنه هم ما وصلوش لتفاهم طب معانا عارف وشكله عارف كل حاجة قالو شكله مش عارف ايه عارف من قلشتك طيب هيا في وعش قوي طب هكلمني مرة تانية عارف إن شاء الله طب يا نورة بص انت قلت كلام مهم قوي بس في الآخر خالص إحنا برضو بنشين من الجواز فكرة إن الجواز مواد دور رحمة إن الجواز مبني على أسس محددة على حاجات المفروض نتعيش بيها ونكمل بيها حياتنا مش على المظاهر مش على الحياة إن هي خروجات ولبس لأ طبعا حاجات دي مهمة لكن فيه حاجات أهم بكتير جدا وفيه حاجات هي اللي بتخلينا نكمل سوا بنخلينا إن إحنا ما نبصش لبعض الحاجات اللي ممكن توقعكوا أول ما توصلوا مرحلة الصدام لازم هنا يبقى فيه يعني يما حد بقى يعني واعي ومدرك وحد قريب منكم يتدخل في الموضوع أو يما إنتوا حلوا مشاكلكم بنفسكم نتكلم النسبة اللي عندنا نسبة الاطلاق عندنا مش قليلة أه أو بالنسبة المقارنة يعني بالدول الأوروبية إن هي قليلة بنوصل برا أكتر من 50% يعني لكن إحنا نتكلم كمجتمع عربي وشرقي لا إحنا ما ينفعش يبقى المعدل ده مستمر بالازدياد أو بالطريقة دي يبقى إحنا لازم نقف هنا ونشد خطين تلاتة حاجة من الاتنين نتمنى نتمنى إن مثلا الله أعلم يعني ممكن يبقى فيه في يوم أيام قانون مثلا يقول إن الممنوع حد يخلف بعد السنة مثلا غير لما نفهم قبل سنة آه يعني ما حدش يتجاوز زي جماعة ويخلف على طول لا إصبروا شوية إفهموا بعض عشان ما يكونش عندها مثلا ضحية يشيلوا المشاكلة بعد كده ممشي بصي فاروق معلش في النوت معين إنه ما حدش تجوز قبل السن أنا شايفها لا ثانية واحدة بس أصلحنا لو حطينا قانون إنه معلش ما تخلفوش قبل السنة وحصل إن واحدة مثلا بقت حامل أول لما تجوزت هيعملولها إيه يعني مش هعملولها حاجة ولا حاجة مش هعملوا حاجة مثلا أنا بفترض الموضوع كله هنا هنا أنا بفكر إزاي وأنا عايز أعمل إيه وأنا شايف حياتي إزاي أكيد مش كل الناس تفكيرها بنفس الطريقة أو على فكرة في ناس بتكون بتتجوز بس عشان غرض الولاد أو هي طول حياتها وأنا عرف ناس كده هم حلمهم إن هم عايزين يجيبوا بيبي أو يخلفوا فبيتجوزوا عشان السبب ده فدول برضو أنا ما أقدرش أمنعهم ولكن الناس اللي لسه دخل زي ما بيقولوا كده بتجرب الجواز ويمكن الجملة دي جملة خاطئة للأسف بس على الأقل استنوا شوية مدام أنتوا داخلين الموضوع كتجربة مش كحاجة مكملة معاكم بتقول حياتكم يبقى استنوا شوية عشان ما تظلموش ناس ثانية مزبوط كده مزبوط مية في مية وتمنيات الواحد بس بيحاول إيه يعني ما يبقاش في عندنا مشاكل في المجتمع بس دي فكرة يا مورو ربنا يا رب اسطروا على كل بيوتنا بإذن الله وربنا يا ساعدكم جميعا تكفي الكورونا الواحدة دي طلقت تقدقين يا لحوي دي رعبت ناس قدقين أنا نشوف فقرير السنة الجاية إن شاء الله يكون بقى 21 يعني 21 سنة جديدة علينا وسنة فيها كل الخير بإذن الله وكونونا بقى تروح لحالها بقى كسايا زهقنا طيب احنا خلاص كده خلصنا معاكم الموضوع ده والكلام في القصة دي بعد الفصل بقى نستمتع معاكم بصوت حلو بقى ونعيش بقى أجواء يعني دخول سنة جديدة علينا بإذن الله مع المطربة شيري ممدوح وكمان هينورنا جورج نبيل عايز برضو معانا هينورنا من خلال الفكرة نسمع بقى صوت جميل قرب بقى كده حاجات فيروز وحاجات اللي احنا بنحبها الجديدة والقديمة خليكم احنا طيب بصوا جماعة دلوقتي يعني فقرتنا دلوقتي فقرة هنستمتع بيها كده إيه بأجمل أغاني وصوت الجميل ومدرسة كده من مدرسة فيروز الجميلة اللي انت النهاردة تقعد كده إيه تتبسط بيها وخلاص النهاردة منورنا المطربة الجميلة شيري ممدوح علشان الخطر بقى نستمتع بأجمل أغاني اللي هتقدمها لنا النهاردة وكمان بقى يعني الأغاني بقى الإنجلش برضو اللي داخلها في المراسة الكلاسيكية شوية الحلوة اللي هنستمتع بيها يا شيري أخبارك إيه براحة بيك معنا ازيك عامل إيه كل زي الفل وكمان منورنا برضو عازف البيانو جورج نبيل أورج ازيك جورج بيانو صبايا بيانو صبايا صوت شيري من بس الحبة اللي احنا قلناهم كده قبل ما نبدأ شيري السؤال على المعتاد اكتشفتي امت مرحبتك اول مرة غنيتي برضو الإجابة المزاكية ايه من وانا صغيرة في المدرسة ده حقيقي ده حقيقي يعني شعارفة غير الإجابة بس ده حقيقي الموضوع ابتدى من وانا صغيرة وكنت في الكرال بس ابتدى الموضوع يلح ويبقى الموضوع يعني أبقى عايزايا فعلا من أول السنوية عامة آخر المدرسة ولحد تانية جامعة وانا داخل تالتة جامعة كنت مكررة انها هاخد الموضوع بشكل احترافي خلاص انه ده اللي انا عايز اعمله درستي ولا درستي حاجة تانية وبعدين درستي ناس ديك لأ كنت اداب ارشاد انجلش حال وبعد كده خلاص كنت انا قرار دي في الجامعة اه فتدورت من الموضوع ده بالورش والكلاسز وكده حال اه خد تدريبات كتيرة بقى الفتر اه لانه لازم الواحد يشتغل ع نفسه يعني لازم انت بتحب مين اصلا من المطلبين بتغني المين مين اللي حببني في الغنى اكتر نعم مين اللي حببك في الغنى اكتر مين اللي حببني في الغنى اكتر يا حكى يعني في ناس كتير اه في ناس بتغني غربي في ناس شرقي بس يعني مثلا فايروز وفيش حد ما بيحبهاش ايا كان خلفها الموضوع بقى اي بني ادم في العالم اللي هيسمع فايروز هيبقى في حتة كده جوا يعني لي علاقة بيها فيروز وبحب الشيخ إمام ده مثلا من الناس القديمة من الناس الجديدة منير طبعا طبعا تبتسمعي حاجات ملاشقية علقة بعض وده فعلا يعني تلاقييني من الغرب للشرق يعني حاجات مختلفة وبعيدة عني مش شرط تبقى حاجات أنا متعودة عني ان انت بتغنيها اه بس بتحبي تسمعي حاجات مختلفة اه مش شرط خالص انا غنيها بس انا بحبها اه وبحب على قبد الخالق ده الفترة اللي هل بقال لساناتي شوية اه 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 بس فحاجات مختلفة كتير يعني حلوة قول طيب جورج حكي لنا بقى انت كده بقى لك قد ايه بتعزف مع شاري تعرفته ازاي بقى لك قد ايه اصلا بتعزف اه بقى لك قد ايه بتعزف انا بتعزف منواني لا فقل ابتدائي برضو برضو اه بصغير بسمعي الحاجة بعرف اطلعها كده فبابا بتده يجبني مدرس انتو الحاجة اللي بتعملوها منوانتو صغيرين كملتو بيهن اه فده بقى لك كده يعني بقى لك كتير بعزف كده اه 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 شاري تعرفنا على بعض معرفة غريبة شوية مش غريبة يعني بس ان ان شاري تعرفت عليها ان هي بتيجي تاخد دروس بيانو وانا كنت اخدينها الدروس بيانو اه 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 بس هي اه يعني تعرفنا على بعض من الحكاية دي فبتاقى تقولي طم تيجي يعني نعمل حاجة فبقلنا ماشي تعاق نجرب فابتدين بقى نلعب مع بعضك كده طب ما تبني رعب بقى ما نسمع بقى يا كم سنة؟ كم سنة؟ سنتين مثلا نسمع عني تاج السنتين يالله بينا بقى ايت العروز ياستين يالله بينا ممكن نبتدي بقى شو بخايف مصلا؟ اوكي 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 وشده اوكي اوكي Oil قدم الشentreعين الشoben اليوم الصور اما المخ страх The time draws near Dreams have my heart شو بخاف حتى الحظ ما يلاقيك شو بحس إنه لازم يلاقيك وتردوى حكيك ظلم حكيك حبيبي تايدنا موسيقى أهده أهده جمال ده بس خلصت بسرعة يا شيري بلس في حاجات لسه لسه كنت لازم كده يعني يعني عارف اللي هو إيه يعني واحدة واحدة طيب شاري عايز أعرف منك يعني انت دايما بتغاني للكاورز مثلا ولا في أغاني معينة انت تعملها لنفسك بشكل واضح أو في أغانية أول أغانية أورجينالية لسه بنزلاها في أول 12 دي أول حاجة ليا يعني مبسوطة جدا أن انا عملتها الحمد لله كنت مرتبا لها كان في فترة طويلة في تحضيرها والحمد لله نزلت يعني طيب شاري برضو عايز أعرف منك كده انت ميالة أكتر لإيه غربي ولا عربي وليه السؤال دا لو كانت سأل لي من كذا سنة كنت هقول غربي بس تلوقتي الاتنين يعني الاتنين وكل نوع من يعني مثلا أنواع في الغربي حاجات كتير مختلفة عن بعض بحبها ونفس الكلام في الشارق بتحسي أن الصوت هو يعني مثلا أنا صوتي مناسب للحتة دي أكتر ولا أنا على حسب تفضيلي أنا بقدر أن أوجه صوتي على حسب يعني على حسب أولا خلفيتك بتبقي أنت غزبا عنك في حتة طبعة على طريقه هناك بس لو أنت حاب أنك تتغيري أو في حاجة تانية عجبك بسي بعيد قوي عنك محتاجة شوية أن هي تدخل تبقى في ودنك تبقى جواكي عشان تعرف يتطلعيها بالشكل اللي المفروض أن يطلع بيه ومتالي برضو يا شري هي خامة صوت يعني الصوت برضو بيفرض على الواحد أن هو زي مثلا واحد صوته شعبي شوية يغني في حتة الأغاني الشعبي وواحد ثاني ممكن يغني أغاني كلاسيكي وأغاني غربي وأغاني كمان احنا بحبها قديمة مش أي حد متالي برضو ممكن يليق عليه القصة دي غير هي خامة الصوت بالضبط خامة ودي برضو الخامة نرجع برضو لفكرة الخلفية أنا من هنا صغيرة بسمع شعبي مثلا فهتلاقييني صوتي زي صوتك التقرق يعني هتلاقي فيه حتة جوايا كده فهي بتبقى كده يعني عظم جدا طيب جورج يعني ده أورج أنا مية مية حلو كلام إنت درست بيانو أو إنت من صغرى بتتمرع على البيانو البيانو فيه اختلاف كبير عن الأورج من ناحية العزف وصعوبته يعني هي الفكرة كلها أن الأورج فيه أصوات أكتر طبعا أنا فيه جزء مهم من هو أقدر أشيره يعني ده جزء مهم من تبحث يعني البيانو هتلاقيه طبعا فصعب أن انت تتحرك بقوي اثنين إن هنا فيه أصوات كتير يعني ده هنا مية صوت يانو وفيه أصوات ثانية فببتدي ديك باريشن شواء عايز تحط مثلاً صوت كأن فيه سترينجز سترعد كما جاتت وره مع حد وانت مش معك قلات كتيرة تعمل كده فبتبتدي انت تختار أصوات زائدنا دلوقتي موضوع بقى الأصوات ده بقى يعني حاجة اللي هو كل الناس بتركز بقى في الصوت ده مش عارف لو عملنا فيه ايه بقى صوت تاني الأصوات بقى تغيرات صغيرة تعمل أصواف كتير قوي وكل واحد ليه color وليه لون فبرده بتحتاج حتى لو انت بترعب بيانو بتحتاج ان انت بترعب أرج فيه اختلاف تاني في التوتش بتاع يعني طريقة الدوس البيانو سأوعه فيه حاجات عاج وحاجات خشب وفيه حاجة اسمها هامرينج تاتش انك بتدوس على الزرار مش عارف بيرد بطريقة معينة طبعا طريقة تدوس مختلفة بس تتعود على الاتنين من كتر انت بترعب على الاتنين بتعرف ازاي تتوزبط ايدك حلوة طيب شيري اخبار الحفلات معك ايه بتعملي حفلات؟ ما اعمل حفلات فين يعني أماكن بتعمليها بشكل دوري كل فترة؟ اه بشكل دوري الى حد كبير طبعا الفترة اللي فاتت كانت الدنيا كلها قفلة اه الموضوع رجع شوية يعني اماكن قليلة هي اللي بقت دلوقتي متاح ليها يعني زي روم مثلا روم ارت سبيس اللي في تجمع فيه في جاردن سيتي فيه كارجاز اه دول تقريبا بس اللي بقوا موجودين يعني اكتر اغنية الناس بتحب تسمعوا بصوتك اه هي اكتر اغنية عملتها وكانت الناس ابسطت منها ان كنت غالي ايه يا الله تعالي بغاني اه هي اه هي اه 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 كنت غالي عليا وحبك ماليا عينيا لا تيجي في يوم تقابلني تنسى السلام تنسى التحية الدنيا فانيا متح لا يوم وانت بعيد والدنيا حلوتها كلمة حلوة طم مني الدنيا فانيا متح لا يوم وانت بعيد والدنيا حلوتها كلمة حلوة طم مني ايه ده ايه ده اين enfrentتك بسرعة ايه يا شيري اجوه ده ايه ده ايه اخدي واحدة وأجلي ايه الجاوه لا ما فيش الكلام ده احنا عايزين هنا اللغنية عندها تقعد زي التورتة تقعد كثير منحب نبس شان منطول واحد ناكل التورتة بنوعا كتير ناكل حتة في التانية في التالتة فبنقض شوية تقعد كثير في التلاجة بل ما متخلصة اه اه انا وصل انا اول مرة عارف نظرية التورتة دي فيه عنق برضو خلي بالك الموضوع طيب شاري وليلي مين اكتر حد حالية ان انت بتحب ان انت يتغني له ممكن اكتر حد او اكتر نعمة زيكة دلوقتي مهتمة بيه يعني مفيش حد معين بس بقيت دلوقتي مهتمة بالفنك ميوزيك بقالي فترة ودورج بيلعب معي في نفس البرجيكت اسمو سول ترينز في ايجيبت الارينجر اندرو صفوت اه ويلكترو روك ميوزيك اوكاي انا مالهاش اي علاقة اوما انا مش فرحنا انت قيل شقلبازات شقلبازات اوها ياسمائي شقلبازات شقلبازات مش فريقاذات مغنين موزيك مش الاب مش فريق أيểu قيم كان ب 31 اه اي 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 اخوات方 هو انا كده للاسف بس انا مبعرفش انا عندك تنوع بكها اوه بجد مبعرفش وقت في حتة معينة amed adequate في المصر اللقتي ده محبة بلا ما ينتشر اوه بس يعني انا من فالنوع المزيجة انا مع مع بروجيكت اسمه مكاين وماشين إيتمان دولتو بروجيكت من نفس الموسيقي محمد رجب هو صديقي وأنا بحبه جدا هو اللي دخلني في الحتة دي أنا مكنتش عارف عنها حاجة على فكرة يعني مش ما عارفش عنها حاجة عارفة بس مش ما سمعتش عنها كتير بس فدي أنا مهتمة بالحاجتين دول بالذاتي يعني فترة دي طب انت شايف عايز تعملي ايه مختلف بالنسبالك يعني عايزنا تضيف في ايه للمزيكا او في الغونة عايزة اضيف ايه مش فكرة اضافة بس فكرة زي ما انا بسمع حاجات كتير مختلفة وبروح لحتة ان ده يطلع في المزيكا بتاعتي يعني الاغاني بتاعتي تبقى تبقى وغدة من كل الالوان اللي انا بسمعها ودخلة فيها لان هو ده اللي بيعمل الهوية في الاخر ده اللي بيعمل ايه انا رصوتي عامل ازاي لما حد ييجي اسمعني يبقى عارف ان هو بيسمعني فهو ده لنا اللي في دماغي او انا حاسن انه هيتحقق يعني وحدة واحدة اوكاينh الفيدباك اللي بيجيلكم من الناس عمطة على صوتك او على الاغانيه بيكون شكله او عامل ازاي يع ni بيقولولك ايى او اكتر قامل بتسمعلي او imminent اااي هي يعني انا نبعرفش نرد قوي على الحاجات اللي هي اللطيفة لا عادي هو مش شكر في نفسك ده الناس بتقول عنك ايه لأ الناس بتنبسط يعني ناس وبنبسط لما بيكون في اغنية قرار دي زي مثلا ان كنت غالي او كان تاك مي ايز كانوا ابتر حاجتين الناس انبسطت منهم يعني ان هم عادة لما حدي بيكون بيسمع اغنية بيبقى متحيز لها او مش عايز يبقى او يحسوا ايه ده لا في حدي او بنقارن او طول الوقت بيبقى صوت الاصلي في ودننا فعايزينه يبقى زيه بالظبط فبتبسط لما بلاقي ان الناس متقبلة ومبسوطة ايه ايه ده الله دي حلوة دي اضافة حاجة يعني الكلام ده كله بيبسطني وحتى ان كنت غالي الفنانة عيدة الايوبي يعني عملت كومنت على الفيديو بتابقى او يعني ف احسنتم ابدعتم حاجة كده او يعني فدي حاجة برضو بتبسطني انه صاحب الاغنية يبقى هو كمان شايف ان ان انا عملت حاجة كويسة في اغنيته ما بوستهاش مثلا لا احد ايوبي ما فيش حد جيب عديها لحد الوقتي لعب في نفس المنطقة بتاعتها في الحتة بالظبط فانك برضو يعني لأ تكتهدي وتنجحي في الجزئية دي ده حاجة تتحسبلك بيني وبينك يعني طيب جورج برضو يعني انت راجل انت دولك مهم جدا مع شري انت ايه اكتر حاجة بتحب يعني وانت شري بتغني كتلعب معاها تعمل المدخل بتعيس طبع شفت كده وبارح ندي كيوب قال لا هي الغنية الجديدة اللي عام لها شري يعني ما كنتش عرفها يعني اسمتها من قريب لما ابي كنت بنحضر لان احنا نيجي نناعب هنا فعجبتني يعني انبسطت لما اسمتها ما كنتش عارف ان هي حلوة يعني بس انبسطت قوي فانبسطت لما جابتها اخر مرة مع شري يعني جيبتها الغنية الجي اه هل هي انا اسمع ان هي حلوة هل هي دي اللي هتروح اللي هي اسمها ايه اسمح المراية 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 مع شري مملوعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المراية بعيدة جدا والطريقة على ما تشوفي والفضول اللي في عينيها إنها شفني من داري خوفي المراية بعيدة جدا والطريقة على ما تشوفي والفضول اللي في عينيها إنها شفني من داري خوفي وصف كل الخللية بيتملي عكس بعده وكل وصف تقال علي يبي يجي عكس بعده حد شايف إني خايف غير وحاسس إني بايع حبة فاكرين إني عارف حبة عارفين إني ضايع والنتيجة كل ما دا صرتي تتلخبط زيادة وانسى أصلي شكلي ولا نفسي أشوفني ليه حد زي بعد فترة زي صدق در عينيه نفسي أوصل للحقيقة قبل ما أوصل للنهاية نفسي أوصل للحقيقة قبل ما أوصل للنهاية نفسي أشوف صورتي الدقيقة ولو ديقة في المراية نفسي أوصل للحقيقة قبل ما أوصل للحقيقة قبل ما أوصل للحقيقة وانتي بتغني عايزة أسمعك قوي وانتي في الطبقة اللي هي العالية بيقولوا عليها طبقة عالية صح؟ حسنا قوي أن أنا عايزة أسمعك في الحتة دي لها هتيجي الوقت هتيجي الوقت هتيجي الوقت بس أنا بحس إن برضو يعني كل مطرب كده ليه مودو يعني إيه؟ يعني بحس إن شفتي عجباني أيوة والله عجبتني لا يعني إيه بحس إن الجو الشتوي ده مش برضو كل المطربين ممكن بيليو عليه وكل أجاوة أعرف لأ لما أحب كده في الليل كده أهدى أو ما أسمع صوتين يعني الجو الحق طبعا يعني ست فاعلوس أي أنا فهم أنا فهم بس إنت بتاعت الجو ده بتاعت الشتة والمطرة والكريسمس عارف إنت؟ قول هوت شوك لدي قصوم طيبة جورج قططق ربي أخليك طيب شاري يعني سمعنا كده الخبر مش عارفين هو صحيح ولا لا بس إني أنت هتمثلي قرأي ده حقيقي أيوة حكينه بقى طيب هو القصة كانت من سنة أنا كنت قررت إن أنا هاخد ورشة تمثيل حد علشان أحسن من أدائي في الهنى على المصرح أصلا يعني كان موضوع أصلا ليه لقاب الهنى تمام ولا كان في دماغي موضوع التمثيل ده خالص يعني خلاص الورشة وتمام خلاص بعدها بسنة نزل أعلان لفيلم قصير ومعرفش ليه جايلي إحساس إن أنا عايزة روح معرفش ليه قلت وانا يعني من نوع اللي هو حاجة جات في دماغي بروح فروحت وقلت عادي يعني هو أدشن وخلاص والمتعرف عليه إنه مش التسعيل في المية موحدش بيكلمني بعدها بالزبط أو أنا عارفة ورايحة متقبلة وسعيدة جدا بس ذاكرت المشهد وعملت له ده لناماكس يعني حاولت ذاكره على قد ما أقدر جات جات مجاتش خلاص أوه وأنا أصلا مش حتى في دماغي إنه أنا أساسا هروح في حتة يعني مهم روحت لأدشن وتم اختياري لدور البطولة في الفيلم أوه يعني ده لأنا لأنا فهمته بعد كده لما بعد مختاروني أنا بكلم الأكتن كوتش بقوله هو بيقول لي إنه تم اختياري الكوبت فأنا معرفش حتى إنه دور البطولة أنا من كتر ما أنا مش حط في دماغي إن أنا هروح ليفين بعد الأودشن أنا معرفش فاستغربت جدا إن أنا اكتشفت بعد كده إن أنا كنت تم اختياري من أكتر من 180 أبليكيشن و20 أودشن لنفس الدور فأنا أنا نفسي مش فاق يعني تخضيت أتخضيت جدا وبعدين لما صورنا كانت أحلى تجربة في حياتي لأن مش بس فكرة إن الوقت بيقف بحيث أنت بتروح حتة تانية بتلبس حاجة وبعدين بجد يعني إن أنا اشتغلت مع المخرجة نادا موصوف الفيلم إخراج نادا موصوف وتأليف محمد توفيق وإنتاج شمس إسماعيل نادا شخصية جدا ودي أهم حاجة بالذات في الإخراج إن هي عارفة هي بتعمل إيه وعارفة توصلك لفين إزاي لأن لما بتبقى كارسة لما بيقى المخرج مش عارف مش دارس الشخصية ومش دارس القصة كويس فهو مش عارف يوصلك صح مظهور إن بقى إحنا لتنب نخبط ولأ هي مش كده خالص فأنا حاسة أن أنا محظوظة إن أول تجربة ليا تبقى بالاحترافية دي توظفتي صح بالزبط إن شاء الله ما تبقاش آخر تجربة إن شاء الله إحنا عايزين بالوقت بيشراقنا بطريقة غريبة فإحنا عايزين نسمع عايزين ميدلي روصوا سيعة ميدلي مش نريزين ميدلي طيب أفل أن أغني حاجة غربي إحنا نحطها التطر عم عشان ما نخلص بسرعة هممكن نغني حاجة غربي يلا ميش دوان ما أكني فيه موسيقى 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 ما رمى باي باي كليب مش لحد لا مش كليب لحد كليب انت ليه هنروح لمين اللي جاب مين لا يعني قصد نيوسي اغني المين اغني المين اه بالضبط طلب سؤالين معلش معلش هي فكرة هتعد ان شاء الله هذه فكرة لذيذة اغني اه نيوسي اغني المين لا انا مركزة على ايه دلوقتي ان انا اعمل حاجات بتاعتي يعني في افكار كتير في دماغي محتاجة ان انا اوضب لها عشان تطلع بالشكل المرضي اللطيف ليه وللنس طبعا فدي حاجة انا بشتغل عليها وفيه مسلسل اونلاين بنحضر له بردو دجانة ولا تمثيل فيه كليب او حاجة او بتفكري تعملي الموضوع ده لما تيجي بقى بعد مرحلة الاغنية بعد الاغنية بعد ما بتتحضر نوصل لمرحلة بقى الكليب بس مش لحد شيرنا ورتينا شكرا ورتينا جدا وانا كمان والله جورج بسطنا معك جدا 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 واحنا ينفع نختم بحاجة واحنا طلعين ممكن ايه؟ انا مسا ليلة عيد ماشي هيا مشاري مش حول انا مشاريها نخليها تغنيها غنيها يا شي ههاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها لعني هتكلمة لعني لهم هنطلع فاصل ما هي دي أخري خلاص شاري نورتنا جدا بجد شكرا جدا ليكي لا نورتنا جدا بجد وإن شاء الله برضو المزيد بقى من التقلق والنجاحات بقى في سامن فرغون أو كمان في التمثيل إن شاء الله ويا جورج شكرا جدا وجودك معنا شكرا وستي نورة فكرة حينها جميلة خليكم معنا بس كمين بقيت فاكراتنا بعد الفاصل عيش صحة وبعدين على طول بوكس سبوتس خليكم معنا